اشتركوا في القناة حاضر يا ماما انه سحيد طيب يا حبيبتي يلا وده عشان نصرح لك شعرك ماشي تعالي اه خلاص صرحتك وانت لبسة اهو يلا بقى اروح عشان تنتأخرة ماشي يا ماما سلام سلام يا حبيبتي جودي ليلي لورة عاملين ايه الحمد لله كويسين حلوة اول مشروع اللي انت عملتوه عجبني شكرا يلا عشان نخش الفصل ماشي يلا ازايكم يا اطفال انا مدرست مدرستكم هديكم لغة العربي والدراسات وطبعا انتوا عارفيني عشان كنتي بديكم استنالي في عيدة واللي ما عرفنيش او نسي اسمي انا ميس سمر وطبعا عايز اعرفكم بالتلميذة الجديدة اللي هتدخل معاكم الفصل يلا دخلي واللي حاب بيعرف اسمها سالي يلا تفضلي عوضي يا سالي ماشي يلا يولاد كلكو يلا على الفصحة الفصل لغة العاس يلا يلا حدي فيلي الكورة حدي فيحلي انا ممكن نلعب معاكم ايوه طبعا اتفضلي يلا ماشي شكرا العفو انا هروح اشوف البنت دي لقعدة لوحدها واوض معاها ازايك؟ ازايك انت اسمك سالي صح؟ ايوه انت اسمك ايه؟ انا اسمي جود جود اسمك حلو قوي شكرا تعرف ان احنا عاملين نفس التصريحة؟ ايوه ما انا لاحظت ممكن نبقى اصحاب؟ ماشي ماشي شكرا يلا نلعب ماشي دلوقتي دورك ماشي يلا استخبي ماشي استخبي هنا لا 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 مش استخبي في الدولاب استخبي هنا لكن مش تشوفني واحد اتنين تسعة عشرة انا جاية لقيتك نا مش هنا هم يا تروا راحت فين؟ شفتك تعاليمسكتك اوه امسكتينك تعرفي تلعبيها كل مرة بتمسكيني ماما ماما مامي حبيبتي في ايه؟ ممكن يا ماما ساليت بات معيها الليلة دي؟ ماشي بكل تأكيد يعني ازايكم انا نهاردة مش اشرح معاكم اي درس جديد ولا حاجة تمام بس عايزة كل اتنين طلعتة اربعة ايا يكون يعني اصحاب يقوموا يقفوا يقولولي ان هما ازاي يعرفوا بعض وبيعملوا اي في اليوم بيعودوا مع بعض وبياكلوا مع بعض يعني احكولي ايه اللي بتعملوا في اليوم تمام ماشي يا ميس انا موافقة انا وسالي هنعمل كده ماشي انت وسالي اتصحبته ازاي انا كنت قاعدة الواحدي وكنت اول سنة ليا فهي كانت عاملة نفسة تصريحتي وكده فقدت وتقولي انت اسمك ايه وكده يعني وبعد كي عادنا مع بعض وتصحبنا وقعدنا ناكل مع بعض ونشر مع بعض بكا روحنا بيتها وروحت بيتها وزورتها وقعدنا نلعب مع بعض وكده وكده بكده تمام حلو جدا مين تاني عاوزي قول احنا تلاتة اكيد ماشي يلا قولوا يلا يا ولاد الفصحى يلا كلكوا يلا اطلعوا سالي ممكن اقولك حاجة نعم قولي هوانا ليه على طول بعزمك في بيتي بس انت عمرك ما قلتلي ان انا جي بيتك انا مقصدش حاجة ولا حاجة براحتك بس انت مدى قاملني في حاجة او يعني شايف ان انا بكبرك ان انت تجي لبيت او في حاجة مثلا وكمان على طول في الهي اجتماعات اولياء الامور مامتك وبباكي ما بيجوش ليه طيب بكرة تعلي بيتي بجد ايوه هتديك العنوان ماشي تفضلي اهو العنوان كتبتقولك في ورقة ماشي يلا سلام اجيلك امتا ممكن عصاة خمسة كده ماشي هروح اشتري حاجة وهاجي ماشي يلا سلام سلام ماما بابا انت هنا انت رجعت من الشغل بادري اوي ايوه انا قلت ارجع عشان اقوض معاك يا حب هي بابا ازايك يا حبيبتي اخبري النهاردة تمام يا ماما عارفة ايه سالي قالتلي ان لها جالها بيتها النهاردة وكمان ادتني العنوان بجد تب كويس اول مرة ايوه انا هبقى وصلك ماشي بابا يلا نهو جهست وساة خمسة وايه عادة ان احنا نتقابل ساة خمسة طيب ماشي يلا بينا يلا سلام سلام يلا يا حبيبتي اهو البيت ماشي بابا ست بلالك خش معايا عشان شكله بيخوف قوي ملا ما تخفيش هو بس هايقت لقيهم زينا عشان الهالوين قربوا كده اه فهم طيب يلا ماشي يلا سلام 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 واو دي مكلفة نفسها فعلا ومزينا ومورب جدا يلا انا هخبط اهو البابا يخبط يبقى كد جود جود ازايك الحمد لله ازايك يا سالي فضلي يلا خشي ايه ده انت بزينا بيديك حلو قوي للهالوين ايه رأيك حلو جدا عجبني يلا تعالي عشان نعود في قدت ماشي سالي مش هدي عارف اني بخاف من قطة السودا باديها بسرعة ما تخفيش دي كويسة مش بتاعمل اي حاجة بصي عادي مفيش حاجة لا ارجوك بادي يا ارجوك ماشي يلا ادخلي ماشي سالي صاح وفين مامتك وبواكي عايز أسلم عليهم آه صاح نسيت أنا هديهم دلوقتي ماشي آه للأسف مام وبابا مشغولين فجبت الخادم ممكن تتعرف عليه لا شكرا ماشي آه يا ربي بصرع فصرع النهاردة جاي متأخر آه معلتش أنا جيت متأخر إيه دا هو أنت قل لي ما أعادك مكان سالي سالي مين دا مكان مين من ثلاث سنين أنت بتتكلم في إيه القعدة مكان سالي قال إيه ممكن تكونت نقات بصل أبعرف الفصح يلا الفصحة يلا كلكو يلا نروحوا الفصحة يا ربي أنا ما بحصلش يا فن سالي راحت فين؟ أنا دورت في كل الفصحة مش لقياها أما تطلع للبنت القعدة مكانها دي هتشوف أنت أنت إيه في إيه الهابل دا أنت مجنونة صح؟ أنت فين سالي ودتي سالي فين؟ أكيد أكيد خطفتيها أكيد عملت لها حاجة أكيد أنت قتل؟ أكيد قتلتيها لا إيه الهابل دا هو مين سالي أصلا؟ فيش حد اسمه سالي أنت كدابة أنا مش مصدقكي مجنونة ما تقولش عليها مجنونة أنت يا بنت فيه إيه؟ ليه بتزعيب الصوت العالي دوت؟ كده ممكن تخذي رفد يا ربي يا ربي أنا عاوزة سالي أي راحت فين؟ آه أنا عرفت أنا هسأل جودي وليلي ولورا أكيد هم عارفين أيوة بس أنا النهاردة عملت دوافل لون أحمر أيوة لا أنا عملت لون أخضر يا جماعة مش إحنا اكتفاني من نعم الأصفر؟ آه آه جودي ليلي لورا أرجوك أرجوكو إيه في إيه عمالة بزعي كده ليه إيه في إيه؟ شفتو سالي؟ سالي؟ مين سالي؟ أنتو الجنانتو لأ أنت اللي الجنانتو مين سالي؟ أنت قصدك إيه؟ يا جماعة ما فيش حد أعرف فيكو سالي إيه ده؟ دي قاعد معنا بقالها ثلاث سنين إيه أنا وهي عارتول صحاب وقاعدين مع بعض وكل حاجة أنتو ما بتشفناش مع بعض ولا إيه يا جماعة في إيه؟ لا مش عارفين حد اسمه سالي بعد إذنك عشان يلا جماعت شكلها مجنونة أيوة يلا أنا همشق دلوقتي وهروح لبيت سالي عشان أشوفها لو سمحت مستر مستر نعم في إيه؟ ممكن بس حد رأيك تشوف اسم سالي عندك في الكمبيوتر سالي سالي ما فيش حد في المدرسة اسمه سالي إزاي؟ طب مش عارف بنتك يا شعرها اسود وعلى طول قبسة اسود لا ما فيش حد بالموصفات دي في المدرسة لا يا ربي أنا هروح لها دلوقتي حتى لو هسيب الدراسة أيوة هو دوت البيت إنت يا بنت راحوا فيه الممنوع هنا إيه أنا راح بيت صاحبتي بيت صاحبتك؟ انت يا هابلة صح؟ لأ أنا بيت صاحبتي هنا وسائل كده من طريقي اتكلمني كويس وبعد كياه ما فيش حد هنا في البيت أصلا إزاي؟ أنا صاحبتي زكنة هنا أنا روح طلها قبل كده لأ حضركت جننتي البيت دوت كان فيه ناسا كنين فيه بقالهم 40 سنة وهم عملوا حدثة وأرواحهم موجودة في البيت صاحبتك من أرواحهم يعني ولا إيه؟ يلا امشي هتعرضي نفسك للخطر انت اللي هتعرض نفسك للخطر طيلا ما انت بتقولك إيه انت بتكتبي لأن انت وافقين على الطول لا ما أنا بمشي بالليل عشان مش هعرض نفسك للخطر أنا عندي عيال وعندي بيت يا ربي لحد الوقت أنا مش لها يا زود راحت فين يا ربي أنا مش عارف أنا دورت عليها في المدرسة وفي كل حتة بس مش لقيها لا أهل لازم ننزل ندور تاني ماشي يلا بسرع يلا أيوة أنا زكية مش هي قلت بيتمشي بالليل وأنا التنيت لحد بالليل يلا لازم نشوف سالي دلوقتي يادي يادي في حض بيضرب القرص أتاة كنتي فينا أنا كنتي عامانا في البيت الحمد الله لقيتك أخيرا أيوي يلا خشي ماشي يلا تعالي لو قدت وص انت خلاص مبقيتش أخاف منها جون نعم في قلة بتتكرمي كده عايز أقولك حاجة نعم انت طول عمرك بتتكلمين على الطفولة وعلى ممتك وعلى بابك وعلى أيامك ان انت بتروح فيه في الملايه بتنبسي ألوان وبتبقى فرحانة وبتكلمي الناس والناس بيتكلمي معاك والناس بيشوفوكي وبتشوف الناس عيوة وأنا نفسه جارة بالشور دو انتها بالعمل ما انت تطفل و بتلبيسي زي عادي بزندي ما بتتحبينه لأسود وبتتكلمي مع الناس والناس بيكلم و بيشوف الناس و الناس بيشوفوكي لا أنا عمري مش أسد بالأسود دو عشاني حاوز أخد مكانك يا ربي يا ربي يا لها دي الدوم يا طيبا غير نسمت لما اللا بزرعة حاوز لا خمشي لا خمش بشرف آه يا صحيح ما بدلّي مع puck합الو كي لازمني يبني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة